في تصعيد يبدو الأخطر منذ السنوات، تطلق بيونج يونج عدة صواريخ سقط أحدها للمرة الأولى على بعد أقل من 60 كيلو متراً من الساحل الكوري الجنوبي. على إثره، أصدرت سول تحذيراً من غارة جوية في جزيرة أولونج السياحية. حادث عده الرئيس الكوري الجنوبي بمنزلة غزو للأراضي. بينما لم يتأخر جيش بلاده بالرد مطلقاً ثلاثة صواريخ جو أرض بالقرب من خط الحد الشمالي على مسافة ممثلة للمنطقة التي سقط فيها الصاروخ الكوري الشمالي. إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي أمر غريب جداً وغير مقبول حيث سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية جنوب خط الحد الشمالي لأول مرة. تصعيد يأتي بعد مطالب كررتها كوريا الشمالية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف تدريباتهم العسكرية المشتركة. تنظر بيونج يونج إلى هذه المنورات التي تشارك فيها نحو 240 طائرة حربية من بينها F-35 على أنها استعدادات لغزو محتمل. محذرة من أن البلدين سيدفعان ثمناً باهظاً إذا هجم كوريا الشمالية. وبين مناورات تعد الكبرى بين واشنطن وسول وتجارب الصواريخ القياسية لبيونج يونج هذا العام، يحذر كثيرون من أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها دخل مرحلة المواجهة الخطيرة المحتملة. نادر علوش تيرت عربي.